شوفولي مللون شوفوا قداش اني روعة ريحتهم بتشهي يا سلام عليك عن جد شي بيفتح النفس شوفوا ما احليهون شوفوا ما اروعة شوفولي ما احليها شوفولي ما اروعة بتشهي ما في احلى من انه نعمل هيك مخبوزات بفصل الشتاء والاحلى من هيك انه تكون هيدا المخبوزات سهلة وبسيطة وبتسلينا وحاصة ان هيك بس تكون الطقس بارد وعم تشت الدنيا وهيك الصبحيات بل انا كلنا شي حلو وبسيط وسهل وبينجح معنا مية بالمية سكونز يلا نعملها ويععمى او عجانك كوبين وربع طحين متعدد الاستعمالات ربع كوب من السكر ملعى الطعام بايكينج باودر ربع كوب من الزبدة شوي باردي هالمرة الزبدة مانا بحارات الغرفة بقطعها هيك بشيلها من البراد وبقطعها ربع ملعى طشاي من الملح اللي بدي اعمله بدي باشر بخلط هايدي المكونات كلياتها مع الزبدة والسكر شوفوا كيف صارو خلطنا الزبدة معن صارو شوي كرامبلي هيكة اللي بدي اعملو هلأ لاعطيها نكهة تقريبا نصف ملعى الطعام بانيلا نصف كوب من الحليب بحرارة الغرفة ما يكون فاتر ولا مسقع هلأ بدي بلش اعجنهم مع بعض اول شي بس بالملعقة بجعل اعجنهم عالايد شو عندي هون هايدي جرانولا اللي ما بيعرف الجرانولا بيجي رقائق شوفان على فواجة مجففة عشكولات على اشياء كتير هلأ اللي ما عنده جرانولا ما مشكلة فيه بلانة هائيا اوكي يعني الوصي بتمشي لحالة بدونه هيدا الجرانولا في بقلبه زبيب هلأ فيكن تحطوا زبيب ربع كوب فيها او فواجة مجففة متل الكرز المجفف توت البر المجفف انتوا حسب الرغب المتوفر عندكم معنكم بيمشي حالة الوصي بدونه بس انا عمزيد فويد وبنفس الوقت نكهة هلأ من بعد ما عجننهم وصاروا عندي هيك لحضيف فوقهم هيدا الجرانولا اللي حكينا عنه نرجع نعجن بالايد نزيلوا نهايك عالطاولة هلأ هي العجينة لح تضبع بعضها بشكل سريع شوفوا عند العجينة طرية وبدأ انتبه لشغلة انه ما بزيد كتير طحين يعني يمكن تكون ملزقة شوية صغيرة شي بسيط اوكي هيدا هي شوفوا كيفية الغاية من الفشل يا عزيزي انك ما تستسلم الغاية من الفشل انه يحفزنا لحتالي نتشجع ويكون عندنا الجرأة نخاطر ونعمل احسن ونجرب لحتالي نوصل لنحقق اهدافنا مش كل شي منوصله بشكل سهل ومشكل شي بتحقق بسرعة ممكن تفشل من اول مرة وتاني مرة بس ولكن خلي هالمرة تكون هي اول خطوة لطريق النجاح لالك واذا بدك تحقق شي ناجح ورائع بهيد الحياة لازم تعمل شي رائع لازم جاهد لتوصل لهيدا الشي ودايما بس بدك تعمل شغلة تحققها تطلع على اهدافك ما تطلع على البداية ولا انا شو بدي اعمل وشو بدي ساوي وشو بدي اطعب لحتالي اصل لهيدا الهدف هيك هيدا الشي بخليني استسلم بشكل سريع دايما تطلع على هدفك وشوف قداش هو حلو وسامي وكبير واسمع مني فكر وخطط وتمنى لحالك الخير وفشال اول مرة وحتى كمان فشال تاني مرة بس فشال بشكل افضل هيدا كله بساعدك على انه توصل لهدفك فكر بشغلة منيح مهمة انه اي شي بدك تقوم فيه دايما حط عينك بعين الله هلأ شوية طحين على الخفيف ما بكتر بدي رقة بس قبل ما رقة بس بدي اعملها هيك شوية طحين من فوق وهلأ من رقة طبعا بس اكيد ما بدنا نرفعها كتير يعني هيدا هي اوكي هيدا هي سقفة مش اكتر من هيك هلأ منجيب سيركل فيه يكون اصغر من هيك بشوية بس مش اكبر اكيد ومنبلش نقطة دوائر بهيدا الشكل طبعا هاي مباشرة بنرجع من رقة وفينا دغن نستعملها اوكي هلأ سينية عليا ورق زبدة بدي شيل وصفن عندي بيضة ملاق طعام حليب سائل نص ملاقة شاي قهوة شوية بانيلا سائلة تقريبا نص ملاقة شاي نحرك قليد عندي جايز شوفو ما احلى وريحته حلوة ما في ريحة بيض هلأ بدأ دهن في هيدا العجينة الروعة هلأ منيح من بعد ما ندهن اول دهنة نرجع بعد نص ديقة بس نرجع مر عليهم الفرشاي بدون ما نغطى بالخليط البيض هيك ما بيرقد عندي خليط البيض بمطرح واحد بدأ ندخل هول اصدقاء الحلوين ليش سميتهم اصدقاء مشان لحيكونوا اصدقائكم خل صباحا ان شاء الله من بعض ما تجربوا هالوصفة فرم محمى مصبك عمل العالى والاسفل لجت حرارة 180 10-12 دقيقة من رائبهم بيرفقوا عندي بيتحمروا بياخدوا لون وبيكونوا جاهزين شوفولي ملا لون شوفوا قداش اني روعة ريحتهم بتشاهي يا سلام عليك عن جد شي بيفتح النفس شوفوا ما احلى هون شوفوا ما اروعة يعان هلا ما انشقة من بعد ما وردت شوي طبعا يعان شوفوا شي روعة من جوة شو ناجحة من بره جاي متل البسكواتة شو بنا نعمل هلا نجيبها هاك جدها هانا بالزبدة ملعت مربع من بربع الفراز اللي عملناها هاديك المرة طبعا وصفتها بتلاقوها اسفل فيديو فينا مربع المشموش اللي بدنا اياه بنذكرها هيك وجهزي لناكلها شوفولي قداش هي شاهية عن جد شي بيفتح النفس وشي روعة شوفولي ما احلى ها شوفولي ما اروعة بتشاهي هاي دي بنزل فيها هيك بسم الله صباح الخير عن جد صباح الخير هاي دي عند الصبح كتير روعة كتير لح تحبوها العجيني كتير كتير طيبة مقرمة شي من بره بين البسكوت والكوكي على شي كتير روعة بتحشوها لبكو نيام ربا وزبدة اي نوع مربا بتاكلوها لحالة بدون شي هاي دي طيبة كتير مشاهدين العزاء مع العصير مع القهوة مع الشاي شغلة مهمة كمان ما في اي رائحة على البيض لانو حطينا القهوة على حليب والبنيلة عطوها لون حلو ناكها طيبة تابعونا وما تنسوا الاشتراك لايك شير سيبر ثانكس وإلى لقاء الحلوة